الحقيقة أنا اطلعت على الموازنة بشكل سريع قد ما أعلنت بشكل رسمي أو بشكل غير رسمي الملاحظاتي على الموازنة يعني هي مثل ما أشار السيادة النائب أنه المفروض تكون ميزانية وليست موازنة باعتبار أنه مضت منها ثلاثة أرباع العام تسعة أشهر فعلية فالمتبقي ثلاثة أشهر الصرف كان يتم على أساس واحد على اطناعش مما تم وأقل من واحد على اطناعش مما تم في العام الماضي الملاحظة الأولى على الموازنة أنه هي موازنة عدلة الموازنة التي قدمت من حكومة السيد عادل عبد المهدي وتم التعديل عليها التعديل كان تعديل بسيط من مية وثلاثة وستين تريليون خفضت إلى مية وثمانية واربعين تريليون دينار عراقي بعجز ثمانين تريليون وهذا الأرقام كبيرة ومضالغة عليها يعني عندما ندخل على موقع وزارة المالية تشوف الستة أشهر الأولى للإنفاق من واحد واحد لغاية ثلاثين ستة كان إجمال الإنفاق حوالي ثلاثة وثلاثين تريليون ونصف زي طيب إذا ستة أشهر كان ثلاثة وثلاثين تريليون نصف وثلاثة أشهر البعد الستة أشهر يعني إلى ثلاثين تسعة أيضا هي تقشفية زي وواحد على اطناعش فأني أيضا أتوقع بحدود الـ 15 إلى 20 تريليون فإجمال الإنفاق لتسعة أشهر حوالي 45 تريليون دينار شنو اللي يرفع الموازنة في نهاية العام أن تكون بـ 148 تريليون فهناك مبالغة كبيرة في التخطيط ممكن دكتور أنه تكون بعض الالتزامات ما تم تخطيتها في الشهور الماضية ويراد تعويضها بهذه الأشهر الثلاثة بالغالب وأنا متدري حضرتك ويعرف الكثير من المشاهدين أنه أنا من المهتمين بموضوع الموازنة منذ عام 2005 ودائما لدراسة حول هذه الموازنة سنويا دائما الموازنات تنظم بعجز وعدما تتعرض الوضع الاقتصادي يتعرض إلى مشكلة أول ما نوقف النفقات الاستثمارية اشتركوا في القناة